فخط الهجوم هيجي الصراع الازلي مبين كين وهلن اجيب مين في الاتنين دول واجيب ده واللي راح اجيب صن انا بالنسبالي مبين كين وصن انا السنة دي هفضلت كين ارخص نص مليون اتقاموا كلها من ساعة ما كنت يجيه هو الاعلى المسلم ده متوقع انه يكون موسمه مع وجود كمان ريتشل صن وصن ممكن يبقوا الاتنين تحت المهاجم لجوه وهو كمهاجم وحيد وسبب الاتنين ونجباكس طيرين اللي هلعبوا افرات غالبا هيستبقلها برضو هاري كين فبالنسبالي مبين كين وسن انا هروح لهاري كين كين وهلند ليه هروح لكين انا بالنسبالي لان كين مفيش حد يعوضه في توتنم يعني مدرش عوض كين بريد شارلسون مسلا لان انا مش ضامن اصلا لتشارلسون اللي عبقى عطلو اللا ومش دايما يبقى بنفس القوة الهجومية الغشمة اللي هو ممكن ينفجر في اي اسبوع فمعود كين اصلا مش موجود هلند تقدر تتبقى حواليه تحوطه كده من كزا اتجاه تقدر تجيب محرز تفكر في جريلش تجيب كنسله لو ووكر قعب موجود تقدر تجيبه فتقدر تحوطه شوية طبعا ممكن ما بقاش بنفس التأثير ويجيب عدد اجوان كبيرة مش من ناحية الناس اللي انت اشتريتها ولكن ممكن تقدر تحوطه بشوية فوقت من الوقت ممكن نضطر نجيب التلاتة كين وهلند وصلاح عادي جدا بس في البداية على الاقل انا هبدأ بهاري كين وهستنى شوية على هلند وحاول اكافر منشستر سيتي بلعيبة تانية ننزل بقى شوية كده فرأي ان اهم لعب الفئة اللي بعد كده هو جابريل خيسوس مهاجم جاي من فرقة كان بيقى فيها على الدكة رايح لفرقة محتاجة مهاجم جدا مميز في اسلوب الضغط بيجيب عدد لجوان كبيرة فبالنسبة لي جابريل خيسوس هو لاعب التالت اللي انا احطته فريقي مبعد هاري كين ومحمد صلاح من غير اي تردد في فيها اعلى منه شوية بس انا مش ارقل لحد فيها بصراحة الاثنين الاولين الاول هو فاردي وانا طبعا بعشق جيمي فاردي ولكن مع شكل الاستر وتقدم عمره تسعة ونصف مليون برضا يا خلينا استنى عليه شوية فاردي بيبدأ المسلم دايما كويس فلو انت من هوات الرزق ومش عايز تجيب خيسوس ومعاك فلوس روح لجيمي فاردي دايما على عطوية طب دروي النونيز ليه مش دروي النونيز عشان انا عندي في ليفربول ببساطة خمس خيارات الخمسة مضمونين اكتر من النونيز في النقط ارنولد روبرتسون اليسون لويس دياز محمد طلاح الخمسة دول عندي مضمونين اكتر ويقدر يجيبه نقط اكتر فليه اسبهم وروح اجيب لعب اغلى من الاربعة من خمسة دول عشان هو جاي جديد وبيلعب مواجب ما استنى عليه اشوفه يمكن هو اللاعب اللي بيقلش في الاول ده زي ما بيقلش او هو اللاعب اللي جيب الاربعة تجوهم في اللاعب زج ده مهي هو وده هو في نفس الوقت فبالنسبة لي مروحش على حد زي ده الا لما استنى على الاربعة دول او ان هو يبدأ يقدم لنا مستوى قريب من اللاعبات دي مش هقولك يجيبهم او يتخطهم على الاقل يكون قريب منهم فالنسبة لي خرج الحسابات حتى اشعارهم اخر هتقول لي طيب هفرتس اعمل في ايه هفرتس ينطبخ عليه نفس اللي ينطبخ على ماونت وبدرجة اقل طبعا جالجر فهافرتس مع ماونت تخليهم على جنب كده وتنسي الفئة اللي تحت كده هتلاقي فيها ويلسون ويلسون دايما اعتاد ان هو يبدأ نموسم بالشكل قوي دايما فقول اربع جوالات ويلسون بيجيب بعد ابنوقف محترم فويلسون لو انت عايز تبقى مختلف حاجة من حاجات في الفرقة تروح للكالب ويلسون طبعا ايفانتوني سبعة مليون ما بعد اول مطشين عنده سلسلة مطشات كويسة تخليك مجبر دايما ان انت تفكر فيه فنش الموسم كويس والفرقة يعني اه طبعا الخوف من اه متلازمة الموسم التاني في اكيد موجودة ولكن واحد من اهم العناصر الفريق برينتفورد اللي عنده مطشات كويسة تتبقى تحاول تستغيله طب انتوني مارسيال مارسيال طبعا مولع على فترة تحضرية والروندو غايب والمفروض ان هو لسه هيرجع مانشستر ويبدأوا اتنقش حولين مستقبله صحف انجلترا بتتكلم ان كده كده مارسيال هيبدأ الموسم حتى لو روندو رجع التمرين المارسيال مشكلة ان هو مش ثابت مستوى دايما مش ثابت شوية فوق وشوية تحت عايز تراهن عليه راهن لو انت مش قادر تدفع نصف مليون الزيادة عشان تجيب جيدون سانشو فخليك مع مارسيال ماشي وشوف هيقدم ايه ولكن في النهاية خلليك متأكد ان المارسيال المستوى مش ثابت وسانيا لو روندو ممشيش فاكيد روندو ياخب من وقت في نفس الفئة هتلاقي اولي واتكنز اولي واتكنز هنطبق عليه ما هنطبق على كوتينيو انا مستنى يشوف جيرارد هيقدن ايه الفترة التحضيرية والناتج النهائي بتاعه هيكون ايه واتكنز ممكن يلعب جناح ممكن يلعب مهاجم واتكنز بيضع فرص كتير اوي واتكنز وانجلز لما لعبوا الاتنين مع بعض لما كانوش الدنيا متزبط اوي بالذات الفترة التحضيرية لمواطش الاخير بتاع منشستر فلسه الدنيا مش مستقرة في اسطن فيلا بالذات في الناحية الهجومية فانا بالنسب هستنى على الاتكنز شوية لحد ما شوف ايلا هيحسن. طيب لو انا مش قادر اجيب ايفانتوني ممكن ننزل لبريانين بيوم وبرضو ننزل مهاجم وبستة مليون ما قدم مستويات كانت افضل حتى من ايفانتوني في وقت من الاوقات في نهاية الموسم فهو يحب من العباء اللي بنتماغي طب هتروح لقوانويسا اللي نهى الموسم كويس وسعره خمسة ونصف مليون لعب وسط ما رشحوش قوي لان هو عنده اولة منافسة مع كين لويس بوتر اللي لسه جاي جديد من هالسيتي ب عشرين مليون باوند وده رقم كبير طبعا مع برينتفورد فهيبقى فيه منافسة ما بينهم تحت العين اه كده كده اول ما تشلن برينتفورد صعبين فهنستنى ونتابع ونبدأ منهم نستقر على اللعب اللي احنا عايزينه ونبنت عليه بعد كده. في نفس فقاة الهجوم هتلاقي موجمين لفرق الصعدة لانا امتلاقي هنستنى عليهم. خليك اوعى تروح لدلوقات يستنى عليه. طايو ايوني وبرينان جونسون الاتنين من نوتنجان فورست. برينان جونسون انا وصلا جايب عدد صفقات كبير جدا. ما بعد اللعبة اللي مشت السنة اللي فاتت فمتوقع انهم ايخدوهم مش وقت وقت قبل ما يبدأوا ينساجموا في الدورة. فالاتنين دول تحت النظر وطبعا سولانكي نفس الكلام انطبق عليهم. كلهم خليهم تحت عينك لقدان. فيها كان اسم كده. الاول هو لعب بريتون اللي كان معارض السنة اللي فاتت في بلجيكا ورجع قد مستوى مميز في بلجيكا وبقى موجود في الوديات في كلام ان مو باي ممكن يخرج روح الدوري لفرنسي وبالتالي ممكن قنداف يكون كويس جدا بالنسبة لنا بخمسة ونص من يوم بريتون بيسنا على فرص كبيرة جدا ودايما بالضيئة طبعا زي ما احنا عارفين. وفي نفس الفئة عندنا ادوارد من كريست البلس لو قدر يمسك مكانه اساسي ولكن خليه تحت النظر طبعا كريست البلس يبدل كتير ما بين ادوارد ما بين ماتيتا ما بين بنتيكي حتى تنص الملعة ما بين قليسيه ما بين ايز المهاجم او الشخص الابرس في الفرقة هو والفرد زهر طبعا والباقي كله بيبدل حواليه. واخيرا ارماندو برو يلاعب تشيلسي لو خرج معار السنة دي لفريق تاني او خرج حتى مباع لفرقة في فريمالليكا مرشاة لها ولكن خلاص اسكماكا خلاص فما بقاش متاح انهم يجيبوه لو راح فريق تاني ممكن ساعتها تبص علي.